السلام عليكم نكمل وياكم مسرحية التوالث نايت الليلة الثانية عشام لوليوم شاكس بير الاكت الثاني المشهد الاول يبدأ المشهد الاول يبدأ بساحل الليريا ساحل البحر فهذا المشهد يبدأ بسباستين اخو فيولا اللي يفترقوا بالعاصفة وواحد اعتقد الثاني مات تمام was not drowned after all فسباستين هنا نكتشف انه هو ماغرق ما مات ممثل ما اعتقدت فيولا he survived the ship wreck and talking with انتونيو السي كابتن فهو نقذ نفسه لا اللي نقذ انتونيو فهو النقذ من حطام السفينة وابتدأ هذا المشهد هو يتكلم مع انتونيو انتونيو منو هذا السي كابتن قبطان السفينة اللي نقذ سباستين تمام تمام هذه ملاحظة لا محدديها not the same sea captain who managed to reach شوروث بايولا فهو مو نفس القبطان اللي ظهر ويفايولا بالبداية ذاك القبطان اللي ظهر ويفايولا بالبداية ظهر فقط بمشهد واحد وبعد ما ظهر تمام تمام لكن هذا القبطان اللي نقذ انتونيو اللي نقذ سباستين هذا القبطان هذا لاحظه عندنا مشاهد اخرى فقط للتنبيه تمام فسباستين like his sister فيولا سباستين مثل اخته فيولا is deeply grieved he is sure that فيولا was lost at sea and perished in the storm فهو سباستين مثل اخته فيولا شلون هو حزن بعمق بشدة وكان متأكد انه فيولا ضاعت بالبحار وهلكت بالعاصفة perished in the storm he tells the captain فهو قل للكابتن اللي هو انتونيو قل لذات he wants he wants to be alone هو يريد يكون وحده انتونيو however will not leave سباستين فس انتونيو مرا حيعوف سباستين بوحده his friendship for the young man is strong enough فلانه صداقته بسباستين انتونيو وسباستين تقريبا نفس العمر وبيناتهم صداقة وطيدة لذلك من قل لأ اترك نيزه انتونيو مترك تمام يريد يكون ويا سباستين's composure suddenly breaks فرباط الجيش او هدوء سباستين فجأة تحطم فجأة فقد اعصاب صار عاطفي اش قال لانتونيو او هو اش بده يقول سباستين انتونيو سباستين 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 او خدمك فانتونيو اش قال لسباستين قال لاذا ممكن انو انا اكون احد مرافقيك او خدمك مرافقيك that single favor would please him immensely فقال لاذا اذا تخليني اسويه رح يسعدني بشدة that single favor however سباستين cannot grant him بس سباستين هنا ما قبل ليش سباستين didn't accept him as a servant ليش for as much as he would like to do so بقدر ما هو يرغى بيكون مرافقة لكن هو ما قبل because he dare not take انتونيو with him because his destination his destination is Doug Orsino's court and انتونيو has many enemies لان وجهته وجهة سباستين وين رح يروح رح يروح للبلاغ للمملكة اللي بيها Doug Orsino المكان اللي موجود بي فيولا طبعا وميدري انه فيولا موجودة بس هو رح يروح لهناك لانه وسقط همع المحيط الاليري وهذه اقرب وجهة الى بس ما ياخذ ويا انتونيو ما يقبل لانه انتونيو عند اعداء خصوصاً خصوصاً انتونيو اعدوه اعدوه اوكي اوكي ان ارسينيو كورت يت كم ذا وي انتونيو سيز انتونيو سيز مع سيباستين على انف سيباستين اوكي ليش لانه هم اصدقاء فانتونيو سيباستين is admirable فهلا نلاحظ انه اخلاص انتونيو لسيباستين في الشي في الشي لطيف في الشي يعني مثير للاعجاب رغم من انه عند اعداء لكن استمر انه يريد يروح ويا ويرافق على الرغم انه يعرف الخطر اللي راح يواجه اذا اتبع سيباستين لكن مع الرعب اللي شاف بحطام السفينة المستقبل والخطر يشوف عبارة عن رياضة عبارة عن شي مسلي اوكي هذا الاكت ون السين ون العفو بالاكت اثنية الان ننتقل للاكت 2 سين 2 خل نكمل فيولا still in disguise as سيزاريو فيولا اللي هي اخذ سباستين اللي كنا لنت نتكلم عن اخت ب متنكرة باسم سيزاريو شكلها مغيرته فهنا رح نتكلم عن فيولا ك سيزاريو as a male not as a female comes on stage and is followed by malvolio اوكي فاجت فيولا واجت وراها malvolio ليش قلي اذكركم شوية بالمشهد السابق بالاقت السابق الوان حتش انا بنايت انو اجت فيولا اللي هي سيزاريو المن لأوليفيا وحتش اتويا مدرشون على موت أورسينو حب أورسينو لكن اخي انتبهنا انو أوليفيا حبت سيزاريو اللي هي انثى فيولا ودزت بيد malvolio خاتم ring الدزة على منو يدزة يرد سيزاريو عد سيزاريو هو مخليه فهنا راح يذكرنا تمام تمام يكمل المشهد ف malvolio holds out a ring to him ف malvolio جاب الخاتم من أوليفيا اللي دزت أوليفيا إلى سيزاريو seemingly a ring that dog orsino sent to أوليفيا اللي نشوف الظاهر أو اللي يعتقدوه تمام اللي يعتقد malvolio أنه هذا الخاتم دزت دوغ orsino دز وين الأوليفيا لكن هذا الشيء مصحيح هذا الشيء من عند أوليفيا تريد تبين أنه هي يعني تريد تبين حبها وشغفها اتجاه سيزاريو وانو هذا الخاتم سيزاريو تركه بالخطأ مالفاليو تريد سيزاريو تريد إلى مستر فمالفاليو قلل لسيزاريو اللي هي فيولا قلل لها رجع هذا الخاتم إلى سيدك إلى سيدك العفو لأنه لا يتعامل لها كشخص كولد ف هي اتجاه لسيزاريو انها تركت نورين مع أوليفيا لكن هي متأكد تأكد تعم أنه متركت خاتم وليفيا سيزاريو كان متأكد أو فيولا هذا من يل الخاتم ثم هي رأيز ما قد حد حد هل يمكن أن يمكن أن أوليفيا تتعامل مع فيولا سيزاريو سيزاريو تغير اللي صعب إنه تسائلت فيولا أو سيزاريو فهنا شنو تسائلت فيولا أو سيزاريو قال هل من المعقولة أنه أوليفيا حبت أو انعجبت بي تمام أو انعجبت بهذا التنكر اللي أنا عيشته اللي أنا يعني اللي أنا حاليا عيشته شنو سيزاريو فورتين فورباد ما اوتسايد هاف نوت شارم هر قال لا سعمح الله إنه مظهري ما سحرها أو ما أعجبها لأنه أنا يعني هذا الشيء مستحيل فهذا في الشيء كومي تصار أنه أوليفيا أمرأة وسيزاريو بالحقيقة هي أمرأة متنكرة حبتها when she spoke to the young man she spoke in spurts وهذا كان ظاهب لأنه أوليفيا من حجة من تحجوي سزاريو تتكلم بإندفاعات and her manner was vague and distracted وأسلوبها كان غامض ومضطرب تمام Viola Viola بتز أوليفيا فViola هنا تشفق على أوليفيا Viola اللي هي سزاريو It would be better for the poor أوليفيا to love a dream فتقول إنه من الأفضل لأوليفيا إنه تحب حلم وما تدعو تحبني لأنه شيء مستحيل This is a dreadfully complicated فهذا شيء جدا معقد شلو المعقد Viola loves her master Orsino Viola اللي هي سزاريو تحب سيدها أورسينو أورسينو loves his beautiful and disdainful أوليفيا أورسينو يحب منه يحب أوليفيا أوليفيا loves the handsome سزاريو تحب سزاريو وأوليفيا هو نفسه He is not a man at all She is a woman and she is Viola in disguise فهذا المشهد الثاني بالأكت الثاني الآن ننتقل للمشهد الثالث بالأكت الثاني at أوليفيا's house بمنزل أوليفيا it is light and Sir Tauwi and Sir Andrew have been drinking كانوا يشربون وقت متأخر من الليل They are noisily celebrating فهم كانوا يحتفلون playing songs they gannون Thus he asks loudly for Maria to fetch them wine فطلبوا من ماريا تمام أنه تجيبوا لهم بعض النبيذ fetch أو bring the same meaning first the gesture first هذا المهرج قلنا عليه has not gone to bed and is delighted to come in and discover a party going on فكان هو بعد منعي من gesture first وإجه تمام وكان مبتهج أنه شاف حفلة قائمة they all joke ماريا warns them that they will be thrown out of the place فماريا حذرتهم مش قلت لهم قلت لهم هذا الصخط أو هذا الاحتفالات ممكن نسبب لكم أنه تنتردون من المكان لأنه هذا إزعاج والسيدة أوليفيا ما تقبل if أوليفيا is awakened إذا كانت أوليفيا قاعدة she will have she will have her steward مالذيليو throw them all out راح تخلي الرئيس الخدم مالذيليو مالذيليو وحيرميهم كلهم برا المنزل خارج المنزل ف neither سير طابي nor سير أندرو pays any attention لا سيد طابي ولا أندرو اهتموا لكلام ماريا and suddenly all of a sudden they are all started they are all started to see a figure coming فكلهم شافوا شخص قادم figure coming منو لي إجه إتس مالذيليو مالذيليو إجه مالذيليو يقول لهم أن أوليبيا قلل لهم أما السكتون السيدة تقول أما السكتون أما طلقون كلكم خارج المنزل سير تابي أند فاست ماك مالذيليو with ساتريك ساتريك فارويلز فالدور منه السيد تابي وفاست المهرج وأيضا السيد أندرو أعطوا شون تعليقات والوداعات الساخرة على مالذيليو تمام تمام and مالذيليو becomes furious فأصبح مالذيليو مالذيليو أصبح غاضب جدا منعدهم he is scandalized to hear such insults in his lady أوليبيا's house فكان جدا منزعج وغاضب أنه يسمحي إيهانات بمنزل سيدة أوليبيا طبعا هو وهم عنده اعتقات أنه أوليبيا تحب مالذيليو ورح يسوون به فالسالفة ماريا أو اندرو سيرتوبي ورح يسوون فيه بتشغلة يعني خجلونة جدا he turns on ماريا and attempt to shame her for allowing such misbehavior فدور مالذيليو بدأ يتكلم مع ماريا وبدأ يلومها ويشعرها بالعار أنه تسمح لهيش تصرف يكون بالمنزل هذا فالدور راح هو مالذيليو الدور هنا شوفوا ما ماريا شو سوت ماريا has proposed a plan to revenge for مالذيليو فماريا هنا تفقت هي والسيرتوبي واندرو أنه يسوون فتخطة حتى ينتقمون من مالذيليو لأنهم يكون مالذيليو ما يحبونها شوفوا متكبر مغرور أو يتأمر عليهم فشلو الخطة راح تكتب رسالة حب بخط أوليفيا اوكي ليراتتضمن فالإعجاب المن لمالذيليو تمام بحيث من يقراها مالذيليو ويشوف خط أوليفيا وبيها كلام إعجاب راح يشعر مالذيليو إنه أوليفيا تحب السيدة اوكي اوكي ان شورت انه بخط يعني بعد وقت قصير مالذيليو سيصنع بخط أوليفيا مالذيليو سيصنع مالذيليو راح يحس إنه أوليفيا تحب تمام ماريا تحب مع ذلك سيصنع بخط أوليفيا سيصنع السيدة ودول يقول لهم إنه دول من يقرر رسالة أنتم تختبئون على مود ما يشوفكم فهي الخط إذا يحتيون بها بعدين قلت لهم خلين نروح نام روحوا ناموا جود باي جود نايت وإحنا راح نخلي من مالذيليو أضحوك أحمق فهذا الخط اللي راح يسوها تمام الآن ننتقل للمشهد الرابع الآكت الثاني المشهد الرابع بقصر أرسينو The dog is gathered together with سزاوي في الله فالدوق أرسينو هو إن جمع هو وسزاوي اللي هي في الله تمام وكريو and others وكريو هذا الخادم و أخ و شي اسمه وخدماء أو خادمين آخرين تمام هذي خدماء ماذا للمطلح هذا من يلجبتي ف and he says that he would like to hear a song فقل لهم أرسينو أنا عريد أسمع فهذه الأغنية الأغنية اللي سمعتها من قبل اللي عزفها إليه gesture اللي هو fest a certain old and antique song certain old antique song that he had heard last night هذا الأغنية هو سمحها الليلة السابقة fest the gesture is not there to sing it however ف gesture هو مموجود حتى يغنيها واللي غنها كان جستر however so Orsino sends Correio out to find him and while Correio is gone ف Orsino does Correio حتى يشوف جستر وين حتى يجي يغني الأغنية فمن راح Correio Orsino calls Cesario to him ف Orsino نادى على Cesario أوكي اللي هي فيولا Orsino suggest needs to find a very young virgin Orsino ف قل له انت تحت يشوف لك فالأمرأة شاب عذرا one who had just plosomed امرأة استوهت فتحت ف Cesario sadly agrees Cesario تفق ويا لكن بحزن زين ليش بحزن لأن Cesario اللي هي فيولا بداخل هي تحب Orsino تمام Correio and fast enter ف اجوا Correio fast حتى يغني الأغنية and fast is more than happy to sing the song that he sang last night goes on to lament and requited love وهذا الأغنية تخاطب شنو أو تعزي الحب الغير متبادل and our focus is on poor Viola تركيز نا عن المسكينة Viola who has innocently fallen in love with Doc Orsino واللي هي ببراءة سقطت بحب Orsino who believes that he is only a handsome young man واللي بنفسه يعتقد انه هي مجرد شاب جميل لطي to whom he feels when Orsino and Cesario are alone فلما كان وحدهم Orsino وCesario he turns to Dubai and tells him that he must return Olivia فقل لأنه أريدك ترجع لأولي مرة ثانية Orsino طلب من Cesario أنه يرجع لأولي He tells Cesario that He must convince Olivia that Orsino's love is more noble than the world فيريد من Cesario يقنع ها أنه حب Orsino هو أكثر نبل من العالم كل It's not her riches which he seeks مو غناها اللي هو يسعى إله لا He prizes her as a queen هو يسعى أنه يريد كافئها ويخليها يعتبرها كملكة It's his soul which loves her لأنه روح اللي يتحب ها When Cesario asks what he should say of Olivia if Olivia protest that she absolutely cannot love Orsino ف Cesario قال شنو أسوي إذا Olivia احتجت أنه ما تقدر بتحب Orsino لا تقدر بتحبك Yes Orsino شنو شنو لازم أقول ف Orsino قال He refuses to accept such an answer يرفض يسمع إجابة حسنا 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 سوف ننهي المحارة حسنا نشوف شهر طبعا بهذا المشهد سوف يتكلمون عن الخطة اللي سوتها ماريا وأصدقائها ب مالفوليو سوف يجعلون منها فتأضحوك سير طابي and سير اندرو and فابين فابين هذا another servant of Olivia's servant تمام هذا واحد اللي قوا بالحديقة ده يسجب الحديقة أخذوا إياهم فابين اسمه هاب agreed to meet in Olivia's garden اتفقوا انه يتقون بحديقة Olivia the three men enter فدخلوا هذول الثلاثة before مالفوليو comes عبل ما يجي مالفوليو however ماريا rushes in and make sure that they are all well concealed in a box tree فماريا أسرعت وتأكدت انهم هذول الولد او الشباب اندرو طاوي انه يكونون مختبئين بbox tree يعني اشجار صغيرة مثل الصندوق تمام لما يجي مالفوليو يكون ما يشوف ه تخليها بطريق الحديقة رسالة الحب ماريا تخليها where مالفوليو will be sure to find it بحيث مالفوليو يكون متأكدين انه مالفوليو يشوف هذه رسالة مالفوليو انتر لما يدخل مالفوليو 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 يشوف مالفوليو مالفوليو بشكل كبير الى حدا كبير مالفوليو believes فبهذه اللحظة مالفوليو شاف رسالة الحب فشافها وقراها وكان متأكد أو مقتنع تماما أنه هذه الرسالة انكتبت بخط أوليفيا ومن أوليفيا إله زيانا شلو نعرفها إله فلما كان يقر القصيدة يعني شنو كان منعجب أو عواضفة في انجذبت جدا لما قرأ آخر سطر من القصيدة اللي كان غامض شلون مكتوب بم أو اي اي فهو يتساء إنو حرف الأم يشيو إلى مالفوليو بس هو قال من المنطقي لازم يتبع حرف أي ليش حرف أو؟ لأنه مالفوليو أم أي and not by O ومو حرف الأو اللي مكتوب بالقصيد and what about the letter I at the end فهو يتساءل يقول أول حرف هو الاسمي لكن الحرف البقية الشنو مالفوليو إكسيت and Sir Tawi, Sir Andrew and Fabian emerge from the hatch فطبعا طلعوا الدور Sir Tawi طبعا هو السيد السيد مالفول الدور اختنع وتأكد وبقى يتخيل ويحلم وعاش هذه الأجواء أن السيد تتحبها ويعني من هذه الأمور فالدور طلعوا سيد Andrew و Fabian من المكان اللي كانوا مختبئين به just as Maria enters they are all in excellent spirits فكانوا بروح دعابة عالية تمام Sir Tawi is prepared to marry Maria for her cleverness فالSir Tawi دا يمدح بMaria لذكائها وقال لها أنه أنا أتزوجت على ذكائك هذا فMaria says that they won't have long to wait to see the results of their trick فMaria قالت ما راح تنتظروا هواي حتى نشوف نتائج هذا الخدعة اللي صادت على So that's all about scene 5 هذا كل شيء شرحته اليوم عن الأكت الثاني من منسلحية 12 night تمام تمام ملاحظة أخرى اللي شدها مثل ما تشوفون أنه غيرت الأكت الثاني وغيرت كلماته حتى تكون أبسط وأوضح لكم تمامو مثل العاكت الأول طبعا العاكت الأول همت كان واضح لكن مو كفايل مع ذلك That's all for today Thank you for watching And have a wonderful beautiful day Goodbye I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay